زكريا مستوي من مدينة زايد مباشرة لنقل الصورة من موقع الحدث زكريا تفضل تحية طيبة زميلي علي الضبياني وتحية أيضا لضيوفك في الأستوديو الآن خروج الجماهير من ملعب مدينة زايد الرياضية هنا في مدينته في العاصمة أبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير جدا اليوم كانت فعلا عرسا رياضيا بامتياز هنا في دولة الإمارات بحضور إعلامي كبير جدا بحضور جماهيري كبير جدا اليوم ملعب زايد كان مملوء إلى آخره صراحة في أجواء رهبة جدا وسط حضور كثير من رؤساء الدول ملوك وأولياء عهود برئاسة أيضا بحضور كريم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهدي أبو ظبي نائب القائد أعلى القوات المسلح حواست أيضا حضور تقريب 195 دولة بمشاركة 7500 رياضي زيادة على حوالي 3000 رياضي يشارك في هذه البطولة في نسختها الخامسة عشرة بعد أن استضفتها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 مرة إيرلندا مرة واحدة صين مرة واحدة اليونان واليوم في العاصمة الحبيبة أبو ظبي كأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد جدا أيضا أن تحضر معي واحدة من أولياء لعبين مشاركين في هذه البطولة أبو ظبي كأول مرة أبو ظبي بطولة ما تريد أن تلعوا عن القراءة اليوم؟ أعتقد أنها كانت جميلة، جميلة جميلة أحب أن تتعلم أنها كانت تطلق من الناس منطقة وأنها تحضروا كل هذه الاختبات اليوم لقد جمعتهم من أجلتهم زميلي علي هي تقول أن الأجواء التنظيمية كانت مميزة جدا والحفل الافتتاحي كان مميز إلى درجة كبيرة تصور أن كل الحضور اليوم كلهم بالهواتف صراحة في أجواء كبيرة وكبيرة جدا تقول أيضا بأن عدد المشاركين أيضا واستضافة الحدث هنا في منطقة الشرق الأوسط يعطي دافع أكثر لهذه الرياضة ولتطوير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة خاصة اليوم وسط حضور سيدي صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة يحضر معي أيضا واحد من الشباب الذي كان مميز اليوم في مدرجات ملعى محمد بن زايد تفضل معي شو ممكن تقولي اليوم أنا شاهدتك اليوم بفرحان وزايد جدا كان حلو ومن أحلى الأيام اللي كانت عندي تتمنى أنت اليوم أنك تجي تشاهد المباريات والبطولات التي تدوم لمدة سبعة أيام يمكن أيه يمكن ما إن شاء الله زميلي علي الضبياني أيضا معلومة أخرى اليوم في أجواء تنظيمي التي كانت مميزة كانوا فيه رجال وقفين على هذه الأجواء لم يكن الأمر سهل بصراحة وسط حضور تقريب 20 ألف من المجموعة التي تقف على كيف ما نقول يعني المتطوعين حوالي 20 ألف متطوع في هذه المسابقة التي ستدوم لطيلة سبعة أيام يحضر معي واحد من المتطوعين من رجال دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أحسن صورة حول الأولمبياد أستاذي ماذا يمكن القود اليوم على الأجواء التنظيمية التي كانت مميزة وحضور جماهري كبير فاقة حتى نهاية كأس العالم الأندية في أبوضة بشهر ديسمبر أول شي بسم الله الرحمن الرحيم نحب نبارك لدولة الإمارات ولشيوخنا الشيخ خليفة الله يطول عمره الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن زايد الله يحفظهم وكافة شيوخنا الكرام نحب نبارك لدولة الإمارات على هذا الافتتاح الرائع كان شي فاق توقعات شي كبير شي ما نقدر نحن صراحة من جمالية الافتتاح وإذا بنتكلم عنه نحن كفلنتير صراحة الكل ما قسر الشباب كلهم على يد وحده وكلهم في خدمة هذا الحفل الكبير ونطلع بأجمل صورة ونخدم هذه لذوي احتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وكل ما نقدر لو تحدثنا على نقطة أخرى اليوم شاهدنا حفل كان رائع جدا صورة جميلة جدا هل يمكن أيضا تضعنا في صورة أجواءكم التدريبية قبل بداية تأتي البطولة كم كانت أجواء حوالي شهر أقل من شهر للتنظيم أنتم كمتطوعين والله كمتطوعين بالعكس خذنا فترة قبل هذا في تدريبات في أمور قبل ما يبدأ الحفل واليوم كذلك الكل شارك الكل حاول يشارك بقد ما يقدر فحاولنا بكل ما نقدر نشارك ونفيد ونستفيد في نفس الوقت والله يقدرنا إن شاء الله وكمل الوقت وفقين بحول الله أشكرك جزيل الشكر أشكرك جزيل الشكر زميلي علي الضبياني كيف ما قلت لك أيضا الحضور الإعلامي كان كبير جدا اليوم من مختلف قنوات العالمية من مختلف الصحف على المستوى العربي الأسيوي العالمي بصفة عامة يحضر معي أيضا واحد من الإعلاميين المصريين الذي سيعطينا كلمة أيضا حول الأجواء اليوم في اليوم الإفتتاحي لهذه الألعاب النسخة الخامسة عشر من أولمبياد الخاص أبو ظبي 2019 أستاذي بكل بسطة ما هي الكلمة التي يمكن أن تصفلنا بها الأجواء اليوم مبدأ أهلا وسهلا بحضركم بالشراء الرياضية وأهلا وسهلا بجميع الموجودين وإحنا حقيقة فخرين جدا بهذا الحدث العظيم مبدأنا حازم من روبي في الأوفيش الأوفيس لألعاب العالمية بأولمات الخاص إحنا فخرين جدا وكل ما منشوف أي حد في الميديا ومنتكلم وإحنا فخرين جدا أن دولة عربية بتنظم هذا الحدث اللي أول مرة تستضيفه في الشرق الأوسط وفي الحقيقة كلنا بنسعد بوجودنا هنا وكلنا بنعمل على قدم وصار خلال 24 ساعة عشان نطلع على الحدث بشكل لائق لكل الدول العربية بشكل عام وبدولة الأمراض بشكل خاص نشاهد أيضا الوفود العربية كانت قوية جدا اليوم حضور كبير لمختلف الرياضيين في هذه البطولة هل يمكن القول أيضا أنه أوكي الفئة هذه فئة خاصة لكن يمكن أن تدخل الرياضة من الباب الواسع بيتحقيق نتائج مميزة جدا لتعطيها حضور في تاريخ الرياضة بنسبة لكل بلد مشارفاتي البطولة ده حقيقي ده حقيقي فيه وجود دلوقتي وفيه توعية وثقافة بلسبشيا يولومبيك وبكل الأصحاب الهمة مثل ما أطلقت هنا من دولة الأمارات العربية وكل الدول العربية حاليا بتهتم بهذه الفئة والفئة دي بالذات فيها منهم مبدعين فيه منهم مبتكرين فيه منهم بيعرفوا يفكروا كويس فيه منهم بيطلعوا منهم مخترعين كمان فحلو شوفنا مش في الرياضة بس في كل المجالات التانية هتلاقي فيهم موهبة كبيرة جدا ولذلك من هنا انطلقت ومن هنا ان شاء الله من الإمارات هتبقى بداية جديدة لمبادرة لتوعية بأهمية جميع الفئات الخاصة بأصحاب الهمة شكرا جزيلا وبيت توفيق إن شاء الله شكرا جزيلا زميلي علي ضبياني من الإعلاميين إلى مسؤولين كمتطوعين أيضا حضور العائلات كان مميز جدا اليوم أيضا رح نأخذ واحدة من الشابات التي كانت حاضرة اليوم لتعطينا رأيها في الأجوال الاحتفالية اليوم في هذا اليوم فعلا كبير وكبير جدا في تاريخ الرياضة العالمية والرياضة الإماراتية بصفة خاصة سيدتي الكريمة ما هي الكلمة التي يمكن أن توصف لنا بها حضورك اليوم في هذه الاحتفالية الكبيرة احتفالية رائعة وتنظيم رائع وإحنا كنا بنعد دهوة من السنة اللي فاتت من أول من بداية من المينا جيمز وبالتوفيق إن شاء الله وإحنا مسؤولين بشكل تطوعي أنا من مصر وبتطوع فيه تنظيم بألعاب الجيمز البولينج وبنحقق كل هدفنا في حقيقة نحن نحقق النجاح والسعادة وكل ذوي الهمم أنهم يحصلوا على مدليات وكل أهليهم يبقوا فخرين بيهم ويحسوا أنهم ناس أهليهم أهمية كبيرة جدا في المجتمع كنا شاهدنا أيضا وقفنا على نقطة مهمة جدا أنه كان في حضور كثير لعائلات هم عائلات اللاعبين المشاركين هل تعتقدين بأن ذلك يمنح جرعة معنوية كبيرة جدا لهذا الرياضيين قبل بداية المنافسات؟ طبعا جرعة مهمة جدا ودعم معنوي عالي جدا والأهالي بدل ما كانوا بيعندهم بعض من الخجل أنه عندهم طفل بهذه المواصفات فهو دلوقتي بيفتخر بيه وبيصوروا أنه حصل على مدليا زهبية مهما كان حتى لو ما بيقدرش يأدي أي مهارة بس هو بيشارك وبيفوز وبيحصل على مدليات وبيتصور وبينتشر صوره في كل أرجاء العالم فدي إحساس رائع أنهما بيحسوا أنهما ناس مهمين وأهليهم بالفعل بيبقوا فخورين بهم شكرا جزيلا لك بارك الله فيك شكرا جزيلا زميلي عالي نعيد ونذكر أيضا أن البطولة ستدوم لمدة سبعة أيام من خلال 24 رياضة 11 رياضة أولمبية مع تذكير أيضا دخول خمس رياضات جديدة في هذه الألعاب التي فعلا هي ستكون بحول الله استثنائية من جانب التنظيم من جانب النتائج التي ستحقق بحول الله نعيد ونذكر أن البطولة القادمة أيضا ستكون بعد خمسة سنوات في العاصمة الألمانية بيرلين مرة أخرى عود لك زميلي علي وضيوفك الكرام في الأستوديو شكرا لك زكريا مستوي وهذه التغطية المميزة من